استقبل حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفادة حفظه الله ورعا في مقر إقامة جلالته في العاصمة المصرية القاهرة هذا اليوم أخاه صاحب الجلال الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك على هامش مشاركة جلالة الملك المفادة في حفل تجشين قناة السويس الجديدة وقد رحب جلالة العهد المفادة بجلالة العهد الأردني معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسقة والوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من نمو مستمر في شتى المجالات وأكد جلالة الملك المفادة الحرص المتبادل على مواصلة دعم هذه العلاقات التاريخية المتميزة والارتقاء بها إلى أفاق أرحب وأوسع بما يخدم المصالح المشتركة للمملكتين وشعبيهم الشقيقين كما ثمن جلالة الملك المفادة بكل التقدير وبالغ الاعتزاز المواقف المشرفة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تجاه مملكة البحرين ودعم البحرين والوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف مشيدا جلالته كذلك بالمواقف الثابتة للأردن الشقيق في نصرة قضايا الحق والعدل وفي مقدمتها القضايا العربية والإسلامية كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث مجمل المستجدات والتطورات الراهنة حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التضامن بين الدول العربية بما يحقق آمالها وطموحاتها في العيش بأمن وسلام في ظل ما تواجهه من تحديات مصيرية كما أكد جلالة الملك المفدى وجلالة العاهل الأردني على الرؤية المشتركة لمواصلة التشاور والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات بما يكفل استتباب الأمن ويحفظ استقرار وسلام بلدان المنطقة وجدد التأكيد على دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف ترجمة نانسي قنقر